اشتركوا في القناة دون تطاول قصة اصبحت حديث الرأي العام من حقنا نفهم ومن حقنا كنادي اهلي ومن حق كل الاندية تعرف هل اتحاد كرة القدم امين بما يكفي على وضع ميزان عادل حتى بعد كل الملاحظات اللي احنا قلناها دي ولا لا لان القصة دلوقتي مرتبطة بكل لعبين وباعترافات اندية ورأساء اندية ومسؤولين في اندية على العكس اللي بيصدر من اتحاد كرة القدم المصري القصة باختصار شديد هي ازمة انتقال سيف الجزيري لاعب المقاولين العرب السابق الى نادي الزمالك عندنا قصة واضحة جدا ان اللاعب تم انتقاله على سبيل الاعراء واللاعب كان فيه بند احاقية الشراء مقابل مبلغ مالي والناس اتفقت على ذلك جات الاندية التونسية على رأسوه من نادي الافريكي قالك بس انا عايز حق ارعاية سيف الجزيري فبعته للاتحاد الدولي الشكوى الاتحاد الدولي يبعت للاتحاد المصري فاذا بالاتحاد المصري يرسل للاتحاد الدولي ما يفيد ان انتقال اللاعب كان حر كان ازاي ما عرفش فتعالوا نشوف بقى التصرحات المسؤولة عشان نبقى فاهمين هي القصة دي بتتم ازاي وايه اللي داير في اتحاد كرة القدم المصري وايه اللي بيتواجد في النفأ المفتوح ما بين نادي الزمالك والتحاد كرة القدم المصري عشان نفهم دي كمان بالتصويتة كابتن حازم ولا دي محتاجة امور فنية نطلق ونشوف الفيديو دا لاحد اهم المسؤولين في نادي المقاولون العرب مهندس محمد عادل وهو بيتحدث عن صفقة انتقاد سيف الجزيري من المقاولين العرب للزمالك ونرجع نعاق بالنسبة للجزيري عقده دلوقتي اعارة بنية الشراء مش كده بنية الشراء بالزبط كده هو عقد سيف الجزيري محدد واضح للطرفين عقد بنية الشراء اعارة بنية الشراء الاعارة بقد كده والشراء بقد كده يعني تمانية دول اعارة واثناشر في حالة البيت اوكي يعني تمانية دول اعارة خلاص دول جاين لكم خلاص هم دفعوهم الحقيقة يعني عشان نكون صدقين واضحين ندفعوه قبل من نمضي اي تعقدات مع المستشار عماد مع المستشار عماد اه اخدته التمانية وما اخدتش المباحثات لو قلت لك عشرة دايب اكتب يعني اه لسبب برده بقوله برده يعني الشيء مش شيء يذكر ان الكابتن سيف في الوقت زود الحركة كان جاي لو قد من الكويت وبتاع في نفس اليوم دخل الزمالك دخل المستشار عماد وكلم المهندس وحسن صلاح كنت انا على اتصال بالمهندس وحسن ففهمه ان احنا ما عندناش مانا لان هيروح الكويت سيف سألته قال لي اروح الزمالك فضل الزمالك خلص بالتليفون في عشرة دايق فقال لي من ساعتين تلاتة وبعطولكو الشيك على طول ثاني يوم السرعة كان الشيك مقود قبل ما روجي نروح لهم مع نهاية الموسم اذا ارادوا الاستكمال يدفعوا 12 مليون ما كانش يرجع لكو تاني بالظبط كده ممتاز وده هو عقد مقبول جدا يعني جدا يعني هو لما تسمع الكلام ده تحس ان اتحاد القرى كان في جزر معزولة لما يبعت للاتحاد الدولي ان الانتقال فري وحنا عندنا تصريح من مسؤول نادي المقاولين العرب كان مع لجنة بتدير نادي الزمالك وهو اللي هو عماد عبدالعزيز اللي خلص القصة فعشر دقايق بتمانية مليون جنيه مقابل بند احاقية شراء اتناشر مليون جنيه الكلام ده ممكن تقول كلام مرسل معينه جاي من مسؤول هنعرض لك دلوقتي بنود التعاقد اللي موجود فيها التمانية مليون واللي اتناشر مليون عشان نعرف هو اتحاد القرى فأي جزيرة معانا على الكوكب لان الوضع صعب جدا لكن ده طالع من الستاذ محمد عادل ده ادي الصورة زي ما حالتكم شايفين البند الاول يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ تمانية مليون جنيه عند الاعارة البند الثاني في حالة رغبة الطرف في الشراء اللعب يدفع اتناشر مليون جنيه يعني الحصيلة كلها عشرين مليون جنيه في سداد مستحقات صيف الجزيرة عند نادي المقولين العرب اعتقد القصة واضحة بشكل كبير جدا عايزين السؤال هنا اتحاد قرى القدم العقد اللي وصل لكم ده قلت انتقال حر ازاي لان هنا في جهاز مركز المحاسبات ومن حق الجهاز المركز المحاسبات انه يتدخل ويتدخل على نادي المقولين العرب ونادي الزمالك لان ده حقوق اندية واهم القصة في اتحاد قرى القدم بتدار ازاي بعدالة ولا بنفق مفتوح ما بين نادي الزمالك والتحاد قرى القدم ده السؤال اللي احنا بنتراحه يمكن حد يجي يقول ان تصراحات المهندس محمد عادل دي كانت تخص المقولين ويمكن ده اللي ما عمله الزمالك او عمل حاجة مختلفة ويمكن الكلام ده من صحيح طب ببساطة نشوف رئيس نادي الزمالك حسين لبيب وهو بيتكلم عن انتقال سيف الجزيرة جزء بتاع سيف الدني الجزيري طبعا هو كان جاي عرب نية البيع في ينار اللي فات مزبوط لان في كلام كتير تقالوا انه ده يعتبر قيد تاني واقول مع شكا بقول الكلام كتير بيبع الظريف جدا النهار ده تخص مع الكلام ده بتتحك طبعا بتتحك طبعا لان احنا اما جينا النادي كان لجنة اللو عماد عملوا تعاقد ما بين نادي الزمالك ونادي المقانون العرب تمام باعارة سيف الجزيرة لنادي الزمالك ومن حق نادي الزمالك يدفع 12 مليون اعتاقت حاجة كده 8 مليون اعارة وفي حالة الشراء تفعيل بند الشراء يبقى 12 مليون فاحنا بالزل بدل 8 افندم غير 8 يعني يبقى 20 مليون كله مزبوط 8 اعارة و12 تفعيل بند الشراء ده بيتوافق مع كلام المهندس محمد عادل ده بيتوافق مع اللي عرضناه لكم على الشاشة انه موجود في العقد بين الناديين اذا ازاي الاندية التونسية سواء افريقا او اتحاد بن جردان لما بعتوا للفيفا طلع في 11 يناير خطاب من الفيفا للاندية التونسية بيقول ان اتحاد الكرة المصري قال له ده ان انتقال حر وعيب ان اتحاد كرة القدم المصري يكون متورر بشكل او باخر باخفاء بيانات صحيحة تاخد من حق اي نادي جوه مصر او بره مصر ولكن يبدو كده ان القصة اوسما كان بيقول اتحاد الكرة في جزيرة لا اتحاد الكرة مش في جزيرة اتحاد الكرة في 100 عقبة يعني ده اللي انا شايفه اتحاد الكرة مش في جزيرة اتحاد الكرة في 100 عقبة لانه لما تيجي تشوف المشهد هيبقى عندك مليون علامة استفهام في حاجات كتير جدا سواء قيد لاعب بالشكل ده او سواء منتخب بيطلع منه اللعيبة وانت خلال معسكر منتخب اللعيبة بتخرج وتروح وترجع لنادي في صبقة عمرنا ما شفناها في تاريخ الكرة المصرية او سواء اتحاد الكرة اللي عنده ازمة وحكام ما خدوش مستحقتهم من شهر 3 ومع ذلك بيجدول 76 مليون لنادي وياخد منهم 5 مليون الله اعلم اتصرفه ولا لا بعد الحجز على ارصدة النادي ده اللي يخلي اتحاد الكرة يعمل كل التضحيات دي بتاريخه الا لو هو مش في جزيرة انما في ميت عقبة حلقة نتمنى تكونوا استمتعتوا معانا فيها من الاهلي خطة اشتركوا في القناة